اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معظم الأفكار المبنية والصورة النمطية عن العرب والمسلمين مستوحاة من كتابات المستشرقين وأيضا من الرحالة مثل ماركو بولو مع أن معظمهم ما كان دقيق في نشر هذه الأفكار الصورة النمطية كانت سلبية العرب مجرد خيم جمال ويمكن عنف ويمكن أشياء أخرى لو تلاحظ أن الصورة النمطية عن العرب عند الغرب عبارة عن قوم جاهلين ليسوا أصحاب حضارة هذه الصورة النمطية تم تعزيزها بشكل كبير عن طريق وسائل الإعلام التقليدية وأيضا السينما في العام 1992 صدر الفيلم الكرتوني على الدين هذا الفيلم كان في شارت بدايته قطعة تتحدث عن أشخاص يقتلونك لأنهم غير معجبين بشكلك حرفيا كان يقول أنا قادم من بلاد حيث يقطعون رأسك إن لم يعجبهم شكلك طبعا بعد شكاوة وكثير من الضغوطات اضطرت شركة ديزني لمسح هذا المقطع من الأغنية لكن الصورة ظلت راسخة لحاج ما وصلنا إلى بداية هذا العقد ايش اللي حصل وصلنا إلى عصر السوشيال ميديا وهنا اختلفت الصورة وصار السلاح اللي كان يستخدمه الغرب ضدنا يستخدم ضدهم بس بطريقة أكثر حدانة آخر الإحصائيات تقول إن الشباب الأمريكي المراهقين خصوصا أو الجيل القادم أو الجنريشن زد يثقون في الرواية الفلسطينية أكثر من ثقتهم في الرواية الإسرائيلية للصراع الدائر في الشرق الأوسط وسبب ذلك يرجع إلى عدم ثقتهم في المحتوى المقدم من قبل الإعلام التقليدي ولو نرجع إلى بداية 2010 نجد أن ثقة الجيل الصاعد في الوطن العربي بوسائل الإعلام التقليدية اهتزت وانعدمت بمجرد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وهذا ما عزز أيضا ظاهرة المواطن الصحفي يعني نفس السلاحة اللي استخدمته الحكومات الغربية سدد الآن إلى صدرها طيب ليش أنا أقول هذا الكلام لأنه باختصار أكثر من 20 ألف شهيد في قطاع غزة حانية والعدد في ازدياد العشرين ألف ليس مجرد رقم لكل واحد من العشرين ألف قصة وحياة وأحلام وتطلعات وطموفات لكل واحد منهم رواية كان من يترض أن يرويها بنفسه لكل واحد منهم إنجاز حقق في حياته فهم ليسوا مجرد رقم في صندوق الوصف راح تحصل روابط لعدد من الجمعيات والمنظمات الحكومية في عمان قطر لكويت إذا حابت تبرع لأخوانك في غزة وإذا ما قدرت تبرع لهم على الأقل أدعو لهم وإذا ما قدرت ترفع الظلم عنهم على الأقل أخبر الناس وآخر فكرة حاول دائما وأبدا أن يكتدعم المحتوى الداعي للقضية الفلسطينية كن صوت من لا صوت له حاولكم أفضل اخبره ومشاهد مده حاولكم أفضل ومن ألعائل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة